خلال مشاركتها فعاليات مؤتمر سكيت في العالمية الذي يقيم لأول مرة في دبي عبرت الباكستانية تنزيل خان الناشطة في مجال حقوق ذوي العاقة عن سعادتها بزيارة دولة الامارات وتحديدا امارة دبي خلال جولاتها إلى عدد من الدول حول العالم في تحدي واضح لعاقتها واكدت ان زيارة الامارات تعزز رؤيتها باهمية زيادة الوعي المجتمعي بقضايا العاقة والتكيد على ادماج الاشخاص ذوي العاقة في شتى مناحي الحياة بالنظر لما شهدته من اهتمام بالغ بهذه الفئة وحول طاقتها الابداعية حكت خان انها اكتسبت خبرات عديدة من خلال زيارتها لأكثر من 19 دولة حول العالم وانها شاركت في جلسات وورش عالمية وتعتبر خان مؤلفة ومتحدثة تحفيزية كما تركز على زيادة الوعي بالصحة الانجابية والتعليمية وكيفية الحصول عليها خاصة بالنسبة لذوي العاقة